أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم وحلقة أول حلقة من برنامج فهو أشفين النهاردة بشرفنا قام من قامات الطب والصحة النفسية والعلاج بالقرآن والشيخ رضل في معالج شرعي بالقرآن والحجامة والعشاب ومدرب تنمية بشرية وخصائي تخاطب ومعالج دولي معتمد وباحث ماجستير تخصص الصحة النفسية برحب عذرتك يا مرحبا النهاردة احنا بنرحب بيك في أولى حلقات برنامج فهو أشفين وطبعا احنا كتير من المشاهدين طلبوا ان انت تجبع موجود معانا في حلقات وان شاء الله احنا بنوعدهم خلال الفترات الجاية بيكون معانا هنقوله الدكتور رضا لانه هو الراجل الحقيقة يستهل ان احنا نكرموه لانه هو يستهل التكريم فمرة تانية بنرحب بحضرتك وصد اختيارك لبرنامج فهو أشفين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعى بدعوته وقتفى أثره إلى يوم الدين حقيقة يعني أنا شرفت بحضرتك يعني غاية الشرف وربنا يبارك فيك ويحفظك ويجعلك دائما في الخير بإذن الله يعني هو البرنامج كما يقول الأستاذي يعني برنامج جديد يعني أول برنامج إن شاء الله لنا وأول برضو حلاء في البرنامج برنامج فهو يشفين يعني ليه اخترت هذا العنوان أو هذا الاسم حقيقة هو مأخوذ من قوله تعالى في سورة الشعراء على لسان قليله إبراهيم وإذا مردت فهو يشفي لما نظرت إلى هذا المعنى أستاذ الكريم فهو يشفين وجدته يعني يخدم المعنى الذي أسعى له والغاية والرسالة التي أريد أن أوصلها للناس فهو يشفين يعني فيه برامج كتيرة خطبا لك مش عارف برنامج إيه برنامج إيه لكن هذا المعنى فهو يشفين يعلق الناس برب العالمين جل وعلا وهذه هي غاية أن يتعلق الناس بالله لا ينظر إلى فلان ولا علان ولا هذا ولا ذاك وإنما يتعلق برب العالمين جل وعلا لذلك فهو يشفين هو يعني في غاية الدلالة على هذا المعنى الذي أريده قبل أن أعرف هذا البرنامج وقبل أن أتحدث عن قوله تعالى وإذا مردت فهو يشفين أعرف بنفسي الأول طبعا أنا رضا الفقه كما حضرتك ذكرت محافظة كفر الشيخ مركز الرياض قرية نصر عبد الله أو محمد علي يعني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وكما حضرتك ذكرت في التعريف جزاك الله كل خير وأنت كذلك ربنا يكريمك الحقيقة مش يقرضها احنا من كتر الحاجات اللي انت دريستها احنا مش عارفين نقدمك كذلك ربنا يكريمك كيف فاعذرونا في المقدمة يعني هي أقل بكتير من ما توصل هذا من زوق فضيلتك ربنا يحفظك وبارك فيه يعني هو طبعا يعني أمن ننظر إلى قوله تعالى وإذا مريضت فهو يشفين لابد أن نتأمل وأن نتدبر لأن القرآن أستاذي نزل لنتدبره لنتأمله وليس لنقرأه فقط كما يظن البعض قل لي مثلا انت قرأت كم جزء من القرآن انت ختمت ولا ما ختمتش انت مش عارف وصلت الحد فيه كل ده يعني جميل وممتاز لكن الأجمل والأهم أن تفهم معنى القرآن لأن القرآن ما نزل إلا لنفهمه لنتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يعني الغاية من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبره المسلمون في كل زمان وفي كل مكان وحط الله أستاذي طبعا الذي لا يتدبر القرآن بيتحطف مشكلة كبيرة خلي بالك مع قوله تعالى في سورة الأعراف يقول ربنا جل وعلا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ خلي بالك وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا يعني خلقنا لجهنم كثيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مشكلتهم إيه؟ زنبهم إيه؟ قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها هذا أول زنب خلي بالك وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعِينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ شفت المعنى الخطير ده هو معنى صعب الله عز وجل يشبهم بالأنعام يقول أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل وهنا أقف وقفة بسيطة أستاذ الفاضل يعني عندما يقول ربنا جل وعلا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل المعنى خطير وصعب على النفس عندما يشبه ربنا جل وعلا من لا يتدبر ولا يتأمل في آيات الله بكأنه كالأنعام بل هو أضل من الأنعام لماذا؟ لأن الذي لا يتأمل ولا يتدبر لن يتأثر والذي لا يتأثر لن يعمل ولن يطبق على نفسه ولا أهله ولا الناس يعني البداية من عند التفكر والتأمل ثم التأثر ثم العمل وحيط الله خلق الله عز وجل المخلوقات ثلاثة أنواع أستاذي خلي بالك مخلوقات بعقل دون شهوة وهي الملائكة خلي بالك الملائكة ما في الشهوات لم يركب ربنا جل وعلا فيهم لا شهوة لا بطن ولا فرج وإنما عقل فقط فالله عز وجل لم يكلفهم بل عبادتهم لله عبادة فطرية كما قال ربنا جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دا اللي هي الملائكة طب الصنف الثاني الصنف الثاني الحيوانات خلقهم الله عز وجل بشهوة دون عقل شهوة دون عقل فلذلك فهم إيه ليسوا محاسبين لن يحاسبوا أمام رب العالمين جل وعلا ليه لأنه فيش عقل لأن العقل هو مدار التكليف والصنف الثالث أستاذ الكريم وهذا ما يهمنا نحن وهو الإنس والجن أو يعني بالأصح نقول الجن والإنس لأن الجن وجد قبل الإنس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وحيط الله أستاذ الكريم خلق الله عز وجل الجن أولا وإن شئت أن أذكر لك قصة العبودية فهي قصة ينبغي أن يعلمها كل مسلم على ظهر الأرض لأن في الآخر كده يعني بتبين العلاقة بين الإنس والجن الله عز وجل من صفاته أنه إيه أنه هو المعبود فإذا كان الله عز وجل هو المعبود لابد أن يعبد صح ولا ليه صح طالما أن الله معبود لابد أن يعبد طيب من الله يعبد ربنا لابد أن يخلق مخلوقات تعبده خلق الله الملائكة لكن عبادة الملائكة كما قلت لك عبادة فطرية لا يعصون الله ما أمرهم ثم بعد ذلك أراد الله أن يعبد بطريقة أخرى غير الطريقة الجبرية هذه فخلق الله الجن في الأرض لكن الجن للأسف لم يراعوا حدود الله ولم يقفوا عند حدود الله فأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما فعاقبهم الله عز وجل بأن أرسل إليهم الملائكة لتطردهم من الأرض ثم بعد زمان أراد الله عز وجل أن يخلق آدم فقال ربنا جل وعلا في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قول الملائكة خلي بالك ليس اعتراضا على الله ولكن الملائكة تقول لله إذا كنت يا رب تريد أن تخلق مخلوقات لتعبدك فها نحن نعبدك فلماذا نكرر القصة مرة أخرى خلقت الجن ورأينا الجن في الأرض فأنت تخلق مثلهم خليفة لهم بني آدم أو المخلوق الذي تريد أن تخلقه هذا المخلوق توقع الملائكة أنه سيفسد في الأرض مثل الجن لكن الله عز وجل قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون يعني إيه بعدما توحد الله يعني لن يكونوا كالجن يعني سوف يكون أفضل سوف يكون أفضل من الجن وأكرم على الله عز وجل من الجن منهم الرسل الجن ليس فيهم الرسل لن يكونوا كالجن بل سيكون أقوى من الجن وأعز من الجن وأكرم من الجن خلي بالك عشان تعرف العلاقة بين الإنس والإيه والجن بعدما توحد الله خلق الله آدم خلي بالك قبل أن يخلق الله آدم نسيت أقول لك عندما طرد الملائكة الجن من الأرض كان فيه واحد بس محترم من الجن تخيل هذا الواحد المحترم كان اسمه أستاذي هذا الواحد المحترم كان اسمه إبليس عليه لعنة الله أخذته الملائكة إكراما له لأنه عارف عارف ربنا سبحانه وتعالى يعلم عن الله سبحانه وتعالى خطبه لك ولم يفسد في الأرض فأخذته الملائكة تكريما له إلى فين؟ إلى الجنة ليعيش بين الملائكة ليعيش بين إيه؟ الملائكة ثم بعدما أراد الله أن يخلق إنسانا آدم كان أول واحد يحسد من؟ إبليس لأن إبليس إيه؟ لأنه شايف آدم ده مخلوق زيه هيركب فيه شهوات زيه وحيط الله فلابد أن يأتي الحسد ويأتي الحقد فكان الحقد لآدم حتى قبل أن يخلق يعني كان يتأمل ويتدبر إبليس ويقول لماذا يخلق هذا المخلوق وماذا يريد الله بهذا المخلوق؟ حتى جاء هذا المخلوق فكان إبليس أكثر عداوة لآدم في الأرض بل هو الذي كان بسببه أخرج الله آدم من الجنة كما نعلم فهذه هي قصة العبودية أستاذ الكريم الله عز وجل يقول ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يبعرفنا ليه؟ اللي يبعد عن شرع ربنا وعن طريق ربنا يبقى زي الأنعام بل هو أضل من الأنعام لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل بعقله ما هي طاعة الله عز وجل بالعقل؟ خلي بالك مش بالشهوات الشهوات يعني تفسد وتطغي وتضل عن طريق ربنا جل وعلا لكن العقل أنت تطيع الله عز وجل بعقله إذا أطاع الإنسان ربنا جل وعلا بعقله فإنه يصير في منزلة أعلى من منزلة الملائكة خلي بها لك ليه؟ لأن الملائكة معهمش شهوات فالمكرم هنا هو الإنسان ليه؟ لأنه أطاع الله عز وجل سواء كان من الإنس أو الجن لأن الجن مكلفون كالإنس نزلت عليهم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله عز وجل في القرآن في آيات عديدة بل خصص لهم سورة مخصوصة في القرآن تسمى بسورة الجن وحيط الله أستاذي الجن مكلفون كالإنس يقول ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فربنا جل وعلا خلق الجن وخلق الإنسان لكن الإنسان أكرم على الله وأعز على الله وأفضل عند الله من الجن لأن الله عز وجل كما قلت لك جعل منهم الرسل ولم يجعل الرسل من الجن جعل الله عز وجل الرسل من الإنس ولم يجعلها من الجن فهذا أكبر دلالة على أن الإنسان مكرم عند الله عز وجل يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعود للآية بتاعتنا وإذا مريدت فهو يشفي خلي بالك هذا المعنى كما قلت لك أستاذي أريد به أن أعلق الناس برب العالمين أما أقول لك فهو يشفي يبقى لابد أن تتعلق بالله وحده لا تتعلق بشيخ خلي بالك مش هقول لك ساحر ده الساحر ده معروفك السطو لا الزهاب للسحر معروفة كما قلنا في الحلقة الماضية لكن أقول لك لا تتعلق بشيخ لا تتعلق بقرآن خلت بالك ذكرت لك في المرة الماضية أستاذي أنه من شروط المعالج من شروط أن تكون الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تنفع بذاتها أو نفسها وإنما تنفع بإذن ربنا جل وعلا فمن اعتقد في الرقية فقد ضل خلي بالك حتى الرقية نفسها لذلك لا يجوز لك أن تضع مصحفا حتى لا أقول تميمة يكتب فيها كلام لا مصحفا لا يجوز لك أن تضع مصحفا تحت رأسك بنية أنك تظن أن هذا المصحف ايه؟ أو يحطه على السيارة ولا بيحطه في البيت ولا بيحطه على المكتب نوع من البركة كل ده أستاذي الكريم هذه تميمة هذه تميمة يعني لا يجوز حتى لو كانت من القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا أتم الله لا ده حديث النبي وفي رواية من علق تميمة فقد أشرف يعني وقع في الشر المصحف اللي نحط على تبلون العربية واللي نحط تحت المخدة المهم النية خلي بالك إذا وضعته بنية أنه إيه؟ هذا المصحف وضعته ليحفظني ليحرسني لا 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 الحافظ والحارس هو الله سبحانه وتعالى لا 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 فقط لذلك فهو يشفين يدل على هذا المعنى طيب هل معنى كده أستاذي الكريم عندما أعلق الناس بالله هل هذه دعوة هل يفهم هل يمكن أن يفهم أحد أن هذه دعوة مثلا للبعد عن العلاج أو الطب إطلاقا ليه لأن الله عز وجل هو نفسه هو الذي أمرنا أن نتعلق به وهو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب وحيط الله لا 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 فلابد أن نأخذ بالأسباب يعني مثلا الفلاح وأضرب مثلا بالفلاحين لأن أنا فلاح الفلاح مثلا أستاذي الذي يريد لأرضه أن تأتي بمحصول كبير وعظيم هل يصح أن هذا الفلاح يتكاسل ويطباط وينام بحجة أنه يقول أنا متوكل على الله يا أخي أنا متوكل على الله فلا هذا اسمه تواكل التواكل هو أن تزعم أنك تتوكل على الله ثم لا تأخذ بالأسباب طب الأخذ بالأسباب له لأن الله عز وجل خلق الكون وأوضعها القوانين والأسباب إن أخذنا بالأسباب أعطتنا الأسباب نتائجها وإن تخلينا عن الأسباب كيف تأتي النتائج أستاذ الكريم الطالب الذي ينام ولا يزاكر ثم يقول أنا أريد أن أحصل على مجموع مئة بالمئة طيب فين الأخذ بالأسباب طيب أنا متوكل على الله مش إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون آه كل ده على راسي لكن الله نفسه الله عز وجل لكن الله نفسه هو الذي أمرك أن تأخذ بالأسباب وحيط الله أستاذي الأسباب الأول وبعدين يتوكلها الله تمام يعني فهو يشفين خلي بالك يعني أخذ بالأسباب إذن فهو يشفين بالقرآن الكريم فهو يشفين بالدعاء فهو يشفين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها وسائل بالصدقات آه بالصدقات الله ينور عليك داو مرضاكم بالصدقة دا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشفين بالحجامة التي هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجهلها كثير من الناس خير ما تداويتم به الحجامة دا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عارف أن أنت لك باع كبير جدا في الحجامة تمام يعني أستاذ في الحجامة إحنا عاوزينك توعدنا أن إحنا في حلقات جاية نتكلم على الحجامة إن شاء الله سوف نخصص لكل وسيلة من الوسائل دي حلقة منفصلة بإذن الله يا بشر ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك يعني فهو يشفين بالقرآن حلقة فهو يشفين بالدعاء حلقة فهو يشفين بالصلاة على النبي حلقة فهو يشفين بالصدقات حلقة فهو يشفين بالحجامة حلقة فهو يشفين بعسل النحل خلي بالك وقبل أن أترك الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما مررت بملئ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحجامة شفاء جعل الشفاء أمتي في سلاس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك شرطة محجم وشربة عسل والكين ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنا لا أكتوي وفي رواية وأنهى أمتي عن الكي صلى الله عليه وسلم إذن تبقى اتنين شفاء للأمة العسل والحجامة معين الناس كانت في الفطرة الاستبقى كان الكي ده كان بيبدأ من حاجات العلاج هو طبعا هو من العلاجات فعلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لضرره الذي قد يقع على الإنسان بيعمل نفسه عاهة لكن الحجامة بفضل الله عز وجل ليس فيها عاهات ولا يوجد بها بعد الحجامة أي أثر على الجسم بفضل الله عز وجل وسوف نخصص حلقة كاملة عن العلاج بالحجامة إن شاء رب العالمين جل وعلا أقول أستاذي الكريم هناك نقطة بسيطة تتبقى بعض الناس يظن بعض الناس من المرضى من العوام من أي شيء يظن أنه لا بد أن يكون هناك واسطة بينه وبين الله أو بمعنى آخر يحقر نفسه أو بمعنى آخر ينظر إلى زنوبه فيقول هذه الزنوب التي صنعتها كيف أدعو الله عز وجل وكيف يستجيب الله عز وجل دعائي وكيف يشفيني رب العالمين جل وعلا وأنا بعيد عنه أقول لك أقول لهذا الصنف من الناس أخي الحبيب اكتب إلى الله وعد إلى الله واعلم أنه لا يوجد أحد واسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا حتى الدعوة مبتول يعني كرامة للنبي هذا حتى يعني في أي دين آخر إلا في دين الإسلام إلا في دين الإسلام لا يوجد وسطة حتى النبي لا يصح أن أتخذه واسطة بيني وبين الله عز وجل إلا بالصلاة على النبي وإلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قلش ربي كرما للنبي هل هذه مختلف فيها بين العلماء يعني لا ندخل في هذا الاختلال هذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مختلف فيه بين العلماء وأنا لا أعظم هذا الأمر يعني لا أكبره يعني لا أنكر على هذا ولا أنكر على ذلك طيب حيما أنا مكريم عاوزة استعزيناك ناخد اتصال. طب يتبقى قديه. يعني احنا اخد اتصال ده ونمر. تمام. علو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم مع الشيخ. اتفضلي بس اعلي صوتك الله يبارك لك. انا كده الشيخ. تحت امرك اتفضلي. اتفضلي معك. الامر الا واحد. الامر الا واحد. شيخ انا كان عندي ابني شاب فبيتعلم في محافظة قصوم. تمام. تمام. معجالوا دور برد. فالبرد يعني ما طولش معي ميد. فانا قالوه المستشفى. وانا طبعا فى محافظة اسكندريا. تمام. فكان اه 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 البرد تتطور وزميله طبعا مجينهم مثل درشام وعلاج للبرد. تمام. فرا ح اه 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 فراهم ودو المستشفى رح اه 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 هو عنده قرحة في المهدى. فسابوه طبعا لغات الصبح لغات لما اله اه ورحة دي تطورت وطلعت على رائتين الدم فأنا ما شفتش إيه دي فأتصلوا لي لإبنك توفى طيب حضرتك لو فيها مشكلة مش تخصش الحلقة ممكن حضرتك تتصل علينا بعد الحلقة هو تواصل معي على رقمي إن شاء الله الرقم دلوقتي يزال عشان ما نضيعش الوقتي تتواصل مع فضلة الشيخ بعد الحلقة حضرتك رقمي موجود على الحلقة رقمي على الشاشة تمام طبعا أي حد عنده استفسار فيه تليفون الشيخ يزال على الشاشة ممكن يستفسر معه أو يتواصل معه بعد الحلقة فضل أقول أستاذي بعد أن توحد الله لا لا يلا الله بعض الناس يظن أنه لابد أن يكون هناك وسطة بينه وبين الله وهذا الشيء ليس موجود في الإسلام إطلاقا مهما كان هذا الذي تريد أن تتخذه وسطة يعني خلي بالك لأن هذا أنت تحقر من نفسك وتقلل من شأنك وهذا منهي عنه منهي أن تحقر من شأنك ومنهي أن تحقر من الناس من شأن الناس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح بحسب مرئ من الشر أن يحقر أقاه أن يقول أحد الصالحين يعني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لا تحقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله ولا تحقرن من المعصية شيئا فربما فيها غضب الله ولا تحقرن من الناس أحدا فربما هو ولي الله يعني ممكن تكون اللي أنت بتحقره ده هو ليه شأنه عند ربنا سبحانه وتعالي مش معنى أن أنت تكلمت على الفضائيات أو أنت شيخ ومتحدث ومتكلم أن أنت كده واصل والباقين دول في درجة تانية لا بالعكس والله أنا أعرف أناسا كثيرين أفضل مني بكثير بل أجد نفسي والله أقل الناس يعني وهكذا ينبغي على كل مسلم أن ينظر لنفسه أقول لك مثالا بسيطا قصة بسيطة أستاذ الكريم بس فعجالة عشان الوقت بدهمنا وانت تفضل تمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه من التبعين وطبعا معروف أبو حامد بكتابه إحياء علوم الدين من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء أبو حامد يقول كان يجلس في مجلسه خمسمائة عالم أستاذي تخيل معي وتدبر هذه الوقعة كان يجلس في مجلسه خمسمائة عالم يعني بالقلم والكراس يأخذون العلم عنه فيقول أبو حامد فأخذني في وقت من الأوقات يعني إيه يعني بعض العجب أو أخذته أتفكر في هذا المعنى يا خبر خمسمائة عالم ده مش خمسمائة تلميس خلي بالك ده خمسمائة عالم يجلسون في مجلسه يأخذون العلم عنه يقول ففي التو واللحظة وهكذا ربنا يعلم أولياءه في التو واللحظة سألني سائل عجزت عن الإجابة عنه قال له يا أبو حامد إني سائلك سؤالا قال ما هو قال يقول ربنا جل وعلا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم يقول أبو حامد فاستغلقت علي الإجابة قلت له اتركني غدا فتركه ثم جاء في الغد فلم يجب أيضا ولم يفتح ربنا عليه ثم قال له اتركني لغد فتركه فتركه للمرة السالسة أستاذي فأخذ أبو حامد وهو العالم يتضرع إلى الله ويصلي على رسول الله حتى جاءه النبي في المنام صلى الله عليه وسلم إحنا طبعا الوقت دهمنا وإحنا بنشكرك مرة تانية أو تالتة وبعد كده هنطول الحلقة وبنشكر نص دقيقة بس أكمل الحتة دي لازم تكتب لأن احنا بقينا في النهاية إن شاء الله نعمل حلقة تانية كاملة خالص وبعدين هنزود الوقت الفترة الجاية إن شاء الله أيوة الحتة خلصت أساسا تمام نص دقيقة بس فأبو حامد لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جاءك السائل وسألك فقل له أمور يبديها ولا يبتديها يخفض أقواما ويرفع آخرين فذهب أبو حامد إليه مش ذهب أنا رأيت النبي وأنا شفت النبي لا فيش الكلام ده في الإسلام لابد أن تكتم هذا الأمر فذهب من السائل السائل قال فأجاب له كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيل معي ماذا يقول له هذا السائل قال له يا أبا حامد بص عشان تعرف إنه مش بالعلم ليست بالعلم ولا بالشهادات قال له يا أبا حامد أوصيك وأنصحك أن تكسر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المناة عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا اللقاء بنذكر فضيلة الشيخ رضل فيه على أمل أن ننتقي بكم في لقاء قادم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر